إذا اجربتها في عجينة المسمن سيحمر لك وجهك كي يجي شيش مورق مقرمش ومحمر شهوه منه بطريقة الطريق تخليهم مثل قراصهم في ساعة ونحضرهم في أقل وقت ومجهود أما العجينة تجي رائعة جدا تلقوها وتشكلوها كيف بغيتو كيف حبيتو بسم الله نجيب زلافة وبها نعبرو او بكوس العنبة في الزلافة تعادل لنا جوز كؤوس العنبة نوضع 400 جرام ديال الدقيق ما يعادل جوز زلايف مملوئين او اربعاد الكيسان ديال العنبة باش ما عبارته القياس هو هاداك نفس الزلافة غادي نملأها بالفينو غندير جوز زلايف ديال الفينو اذا ما كانش متوفار الفينو عندكم تدقيق الفرص الحرش ديروه او الا عندكم تدقيق ديال القمح او الزراع غرب له من النخالة وديروه عندكم الاختيار كتحصلوا على نفس النتيجه غادي نوضع كيس ديال الخاميرات الحلويات مع القمح مع مراش بالسكر والملح اذا كان العسل تقدروا تديروا العسل بدل السكر غادي نبدأ نضيف الماء بالتدريج وانا كان عجن نضيف الماء بالتدريجيان وانا كان نجمع المجموع ديال الدقيق مصلي طرو وشي شوية ديال الماء العجين خصو يكون هكذا ماشي قاسح وماشي خفيف ندلكوه مزيان او الا كترتحوه واحد شوية وكترجعوه مهم نحصلو على عجينة مدلكوه ندهنها كبش في يد الزيت خليها ترتاح غير واحد شوية دقايق غير معلما غسلت يدي ورجعت ليها غادي ننشكلها كويرات ليكونوا كبارين وعلا حسب القياس ديال المقلة ديالكم اذا عندكم مقلة صغيرة ديروا غير المسمنة صغيرة بش ميجيكم شجنة بغلادي من بعد اما كان قسم الكويرات ديال العاجين درتهم كبارين خجولية منية ديال المسمنات ندهنهم بالزيت من الفوق ونضعهم في الصينية نغطيهم بالسلوفان ونضرهم بمندين دخليهم يرتاحو كل ما ارتاحو غا يعطوكم الطوع في الطليق اكتر فانا خليتهم واحد الوقت شوية طويل يرتاحو حيث كان عندي شغول اخر نكمل عد رجعت للمسمن نكمل عليه فمهم خلي وهكك 45 دقيقة ساعة سوف تجدون ونضعه ونضعه نصف كس ديال سميدة المتوسطة او قدرت تدير الفينو اخوات الميت وفرش على السميدة دير الفرص الحرش ومعي القديل الدقيق الدقيق العادي تقدروا تعاوضوها بالنشاة اذا بغيتون النشاة تجيزوينة في الطورق انا درت غير الفرص خلطتهم مزيان وطحنتهم شوية بالمكسور باش نسجموه مزيان مزيان او هكا غير مزيان مهم يتخلطوه وصفي هذه هي تخليطة نورقو بها زوينة بزاف والنتيجة تجي رائعة في المسمن سوف نأخذ الكويرة اذا شتو الكويرة هكا تلتسقو تجيبو السكين وقسمو باش منيك تهيزو الكويرة تهيزوها طحي حما تجبتش وتتخسر ليكم كنتلقو الكويرة فوق سطح العامل وكندير واحد دهينة من الخليط ديال السميدة والزيت اللي درت معاهم معي القديل الدقيق وغادي نديرها التوريقة هادي التوريقة هادي واعرة كنتطوي هاد الجانب الاول ومنين كنتطوي كنقدو الجوانب كنتطوي تجاه المعاكس كنتطوي تجاه المعاكس كيف لحظتوا في الفيديو الفيديو هو اللي موضح يعني كي وضح كنتطوي دائما الجوانب ومن بعد كنتطوي هاد تجاه الاخر دائما البلاصة اللي مفيهاش الزيت وسميدة كندهنوها كب شوية وكنطوي في الاخر بهات الشكل هندير معاكم واحدة خرين بشي وضحوا لكم في التوريق كل ما كانت مطلوقة كنتطوي وحتى في المرحلة لكي تكملوا التربع المسمن في ساعة تدوزو طيب يعني ما غاديش تحتاجوا واحد الوقت طويل بيش يرتاحوا لكم شوفوا ما شاء الله كيف نو مورق وهو ما زال يعني غير مربع كتشوفوا ذاك الفوقاعة كدلوا على ان العاجين ناجح لهذا دائما وبالخصوص داب الجو شوية بارد خليوا الكويرات ديالكم يرتاحوا اذا بغيتوا مثلا مسمى الصباح اجنو العجينة في الليل وكوروها كويرات والصباح غير نوضوا وطلقوا المسمن ديالكم وطيبوه يعني غير ربعوه وطيبو والنتيجة تجيكم رائعة وما غاديش تحيسوا بتعب المسمن نهائي كويرات فوق سطح العمل ولاحظوا معي فش تكون العجينة مرتاحة ما نحتاجوش هكام ضربوا بيت دينا غير كتجروا العجينة راهية كتتمدد ليكم وعاد انا يعني غير باش تكون الزاوية هي هاد كتبال لكم مسمنا كاملا راه ما نتلقى هكتال اما بإمكاني نزيد مددها واتطلق كندير واحد دهين خفيفة ديال الزيت والسميدة فانا الكيميه اللي عملت هي اللي غا تكفاني لتمنيات ديال المسمنات ويبقى لي واحد شوية فزلفة هو اللي عن طيب به ديال الزيت اه كان طويل الجانب الاول كان طويل جانب المعاكس بهذا الشكل دائما مني نقضي هكتالجوانيب باشكتالجين المسمنا دائما كنطويو بهاد الشكل وفي الاخير كنطويو المسمنا ديالنا داكتيجه هكا كدجي تقريبا بحلا درنا مسمنة على مسمنة ويداكم دائما خليوها تكون خفيفة فطوي ديال المسمن باش مكيجيش مجبغ وباش الطويل يكون هكا مفرورين ما تضغطوش باش بحلا دابا خليو هكا مرخوف باش ما كيتلسقوش داكا توريقات فوق بعضهم اكملت انا بنفس الكيفية المسمن كامل ما بغيتش زع ما نزيد معاكم محيدة اخرين مش ما نطويش الفيديو كتار صافي غير كنكمل طويل ديال المسمن وكنرجعن اول واحدة اذا شو المسمن ديالكم ما طلقش راسو خليوه حتى كيرتاح انا كما كملت مع العجينة كنطلقها مزيان فق سطح العمل كتعطيني ضغيات تطلق لي فاش نبغين طيب كنجيبو وريقات مربعين هالطريقة هدي كتعجب بزاف مبتادئات وصراحة كيجين مسمن عاوتاني وحدة قد وحدة كنجيبو واحد الوريقات اللي انقطعهم قد السمك ديال المقلة كنطلق عليهم المسمنات هكذا وتندوزهم طيبو بالنسبة لهاد الوريقات غير طيبو بهم عودوا مسحوهم مزيد وخبوهم يبقوا عندكم فكل ما تبغيوا تديروا المسمن نفسهم عاودوا فيهم مرة ما كيخسروا متاشي حاجة والورق يكون ورق الفرن او اي ورق ديال الزبدة كنصخنوا المقلة ديالنا على نار متوسطة نرشوها بشوية زيد نحطوا المسمنة ديالنا نحيدو الورق ونبقى ونطيبو بهات الشكل ثم كتطيبون ثم تقلبو تعودوا تقلبو بالنسبة لهاد المسمن نرمكترا فيه الفينو يعني الكمية ديال الفينو ربعا ديال الكيسان ربعا ديال الكيسان كي عادلو لنا كتر من دقيق حيتاش الوزن ديال الفينو كيكون تقيل يهدا غيبا اللي يكون المسمن كي يجي اللون ديالو أصفر كتر وكي يجي مقرمش مقرمش كتر وكذلك إذا درتوه بالقمح كذلك نفس النتيجة إذا درتوه بالفرص الحرش النتيجة كي يجي هكا المسمن أيضا واقف ومقرمش شوية غير هو اللون كي يجي يعني أبياد حيث الفرص كي يبقى يعني اللون ديالو أبياد إن شاء الله بالزابد الأخى واتطلبوا مني ندير المسمن ديال الزراع فغادي نتقسموه معاكم غير هكا يكون عندي شي قمح زوين وإن شاء الله غنتقسموه معاكم لأن النوعية ديال القمح كتلعب دور كبير في المسمن كان استمر بالطياب حتى كنكمل وانتوما كتطيبون انتوما كتقلبوا غير شوية كرشيشة مرة مرة ديال الزيت بش يجيكم ناشف بش يتحمروا في نفس الوقت يجي ناشف هذا المسمن ديالنا ما شاء الله جو كبارين غير مسمنة واحدة يكلوا منها جوجو يشبعوا ما شاء الله فبنسبة لتتحميره كرشي وحيدات ما حمرتمو حيث سوف يحتفظ بهم في المجمد او لفت اللاجامل تحت اذا كنتو سأكلو المسمن في داخل الصيمانة ما يحتاجش تديروه في المجمد غير في بلاستيك اضعوه في تلاجامل تحت فقم متى تبغيو كتصخنو منو كيرجاب حلع طيبته اذا كنتو بغيتو ازعمال المدة طويلة يعني يبقى عندكم مدة طويلة اضعوه في المجمد وكذلك فقم متى تبغيو كتصخنوه كيجي واعر فشوفوا كيجي وريقة على وريقة الورقة ترقاقين وكيجي يرقيق وشيش بزاف هاد المسمن كيجي اتمنى ان شاء الله انكم جربوه كيجي رائع جدا وسهل واقتصادين اتمنى تجربوه بالصحة والراحة اذا جربتوه مع السلامة